السلام عليكم جيتكم بوصفة جديدة ديال غلاس اقتصادي بدون طراب كهربائي وخمي يكونش عندك بعض ترفطات قدري تصوبي ألد وأسهل غلاس لوليداتك فهذا الصيف هذا إلا عجبتكم فكرة ديال فيديو ما تنسوش تخليوا لي واحد لايك وتعليق وتبرتجوا الفيديو ونبدأ على بركة الله فباش نحضرو هاد الغلاس غادي نحتاجو فقط لمكوينين رئيسيين اللي هما الحليب البارد وعلبة من مستحضر القشدة ديال الغلاس هادي العلبة اللي في الأزرق فيها ميات كرام لمكتوبة فيها غلاس رهيك أتدير ب13 درهم غادي نحتاجو الإناء اللي غادي نحضرو فيه هاد الغلاس هادا يكون بارد من الأحسن وضعوه في تلاجة واحد لل15 دقيقة قبل ما تبدو تتحضير ديال الغلاس ديالكم هنا يا عندي ربع لتر من الحليب او لا 250 ملي لتر من الحليب يكون بارد جدا وغادي نحتاجو ايضا كيف ما ذكرت علبة ديال مستحضر القشدة اللي ذكرت ديال الغلاس انا استعملت هنا نكهات الشوكولة فاره فيه نكهات الفاني وكذلك نكهات الفارولة استعملوا النكهة اللي بغيتو سفي من بعد كن وضع هذه العلبة ديال الغلاس يعني المستحضر ديال الغلاس وكمقى نضيف عليها الحليب تدريجيا شوية بشوية وانا كنحرك حتى كيمتازج لا تبقى لنا هدوك الكريكيبات او لا الحبيبات ديال داك المستحضر سفي في هاد المرحلة هادي كنعتمد فقط على الخفق باليد ديالنا كنبقى نحركو او لا كنخلطو بشكل مستمر تقريبا لمدة خمس دقائق حتى كتبدو تحسو بالقوام ديال الخليط ديالكم بدك يتقال واحد شوية او لا بدك يختار مهم كيف ما ذكرت بشكل مستمر او في حالة انكم هكا عيتو ممكن لكم تحبسو تولي وترتاحو تولي وتكملو فقط غير تبدو تحسو بالخليط يعني بدت يتقالي كل قوام دياله شوية تقيقل يعني ماشي احنا ما غديش نقدر نديرو هادك الدور اللي كيدير طراب الكهربائي او لا السرعة بش كيدور بيها ولكن راه شوية بشوية حتى كيولي القوام دياله هكا كيف ما كتشوفو في الفيديو كيف ما كتشوفو بهاد القوام هادا يعني ما تقيل بزاف ما خفيفش بزاف خنا اخديت مول عادي درتلو سلوفا من الاسفل دياله وغادي نخوي هاداك الخليط ديال الجلاس فيه وغادي ندخلو للمجمد باش يتماسك او لقبط راسو بنسبة لكم ديروه في علبة او لا في مول فاش ما بغيتو كيبقى الامر اختياري كاضافة وكتبقى اختيارية هنا يضفت هاد الكوكيز هادا يعني فتتو مزيان من الداخل ومن بعد عاد فتو يعني اضافة اختيارية ماشي ضرورية يمكن لكم ديرو لبيبيت شوكولا يمكن لكم ديفو قطع ديال ديالشي شوكولا يعجبكم يعني بالحليب او لا مهم كيبقى الامر اختياري كيف ما كتشوفو حتى الاخر لحظة عاد ضفت هاداك البيسكوي وعاد بيت كنخلط هكا بالكوكيز يعني كندخلو من الداخل باش يدخل داخل باش يبقى باين هكا من الفوق ما بغيتش نخلطو يعني ملو سفي دبا غادي ندخلو للمجمد غادي نغطيه من الفوق بسلوفا غادي ندخلو مباشرة للمجمد وغادي نخليه لمدة ثلاث ساعات او لا ليلة كاملة من بعد مرور ثلاث ساعات كيكون القلاس ديالنا وجد كيف ما كتشوفو حيتلو سلوفان ودبا كنفتح المول من الجنب مهم كيكون هادا هو الشكل ديالو كيف ما كتشوفو القوام ديالو بالنسبة لي كنتم بغيتو تديرو غير في علبة ماشي مشكل بالنسبة لي بغيتو مثلا تديرو هكا في مول في حالة مثلا تكون ضياف او لو بغيتو تقدمو معه الفواكه مهم كيبقى الامر اختياري وانا فقط كنشارك معكم بعض الافكار هنا التزيين كذلك كيف ما اذكرت كيبقى اختياري التزيين هادو غي اضافات يعني من عندي انا نادرت هادوك البيسكويت الكورات ديال البيسكويت المقرمشة وضفت ايضا هادوك الحلويات من في الواسط انتو ما تقدروا تديرو السيقار تقدروا تديرو سلسة ديال الشوكولا او لسلسة الكاراميل مهم اللي متوفر عندكم وكيف ما بغيتو ملاحظة جيد مهم ما بغيت نشير لها انه حتف تقطع ديالو كيكون ساهل بزاف فاش كنطربوها كبيد دينا وكنخرجوهم المجمد يعني ما كيكونش قاسح او لغانتنا واحد نص ساعة نحطوه على بره عادي يمكننا انتقطعوه لا بالعكس كيكون هكا خفيف ورطب وكيجي حتى في الاكل ديالو كيجي معلك او لمرمل كيكون هادا هو الشكل النهائي كنقدمو لكم بصحة وراحة صراحة جلديد بزاف خصوصا الناس اللي كيعجبوهم المدعق ديال الشوكولا بالنسبة لما كيعجبوهم الشوكولا تقدروا تديرونا كهات اخرى بحال الفاني او لالفريز وصفة اللي سهلة وسريعة بمكوناين فقط ولديدة كنتمنى تعجبكم الوصفة دياليوم نكون خفيفة ضريفة على قلوبكم تكونوا استفتوا اخذتوا فكرة من الوصفة شكرا لكم من المتابعة ونلتقي في فيديو قادم ان شاء الله شكرا لكم اشتركوا في القناة